فيه أكتر من محور على مدار الثلاثة أيام كل يوم فيه عدد معين من الجلسات وفيه شق مهم جداً كنا لسا بنتكلم فيه مع الأستاذ عماد الدين حسين وهو الأسئلة الموجهة من الحوار الوطني إلى المؤتمر الاقتصادي خليني يمكن هستأذن في أن أنا أبدأ مع دكتور مصطفى بادر على أهمية المؤتمر ده ليه التوقيت؟ شوفي فندم المتغيرات العالمية كلها النهاردة كل دولة بتبحث عن مصالحها وإزاي تكون سياسات تنعكس على المجتمع الخاص بها تغيرات العالمية للأسف متسرعة جداً خارجين من جائحة كورونا كان تدعيتها صعبة على الاقتصاد الدولي والمجتمع الدولي طبعاً تأثر تأثر كبير بحاجة اسمها سلاسل الإمداد يعني الإمدادات اللي جاي من الدول لبعضها تأثرت تأثر كبير لحقت بها من بداية العام للأسف أحداث الحرب بين روسيا وأوكرانيا عماقة المشكلة أكتر اقتصادياً طعميك المشكلة أكتر اقتصادياً ده بمطالبساطة كده سبب غلاء على مستوى العالم كل حاجة في الدنيا في العالم كلها غليت ده رحي بتسميه تدخل طب الحاجة دي كلها لما غليت النهاردة بتنعكس على مين؟ على المجتمع الدولي على كل الدول بتاعت العالم كان فيه لها مؤشرات يعني الاقتصاديين كانوا عارفين كده ان الحرب دي الشرارة بتاعتها دي هتأثر علينا آه البورصات في العالم يا فندم ارتفعت ابتدت من أول ما ابتدى استشعار بين الحرب بين روسيا وأوكرانيا هيكون تدعاتها على أسواء الطاقة ابتدى البترول والغاز في ارتفاع انعكس ده كله على كل مدخلات الانتاج طبعاً زي ما حضرتك في الفقرة السابقة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي الدنيا بتقن وخلي بالك بتقن دي يعني كلمة صعبة جداً وإحنا لسه ما دخلناش في الشتاء فالقادم أصعب والرئيس الروسي وعد أوروبا بشتاء قارس بالضبط والتعنط الحرب وأكيد حضرتك تعلم فطورتها الاقتصادية على العالم مضرة واللي انتوا بتشوفوه دلوقتي ده رفاهية فعلشان كده معلش انا ايمكن صادم في الكلام ولكن انا بقولك الحقيقة الواقعة لما الدولة المصرية استشعرت ان الازمة بقى هتمتد قالت لك لأ خلينا بقى نقعد نعمل حوار مع المجتمع الاقتصادي ونشوف نقول لهم احنا وقفين فين وانتوا وجهة نظاركو ايه علشان يبقى فيه تيسيرات للأمور تيسيرات يعني ايه يعني عايزين يكون فيه شغل اكتر حلو عايزين يكون فيه استثمارات اكتر رغبتكم ايه للمجتمع رجال الاعمال واحنا قدرتنا ايه والمطلوب مننا ايه واللي احنا عشمانين منه كاقتصادين ان احنا نكون مستمعين يعني الدولة تسمع ما الدولة عارفة يوقف فين عارفة معدل التنمية بس عايزة تسمع اراء تانية بالضبط تسمع اراء تانية في وجهة نظر اللي بتقوم بيه الحكومة اللي بتقوم بيه الدولة ما مش معقولة هيفضل الرئيس هو الماركتينج اللي بيسوق ليه كل المشروعات القومية وبيطلب من المستثمرين يخشوا معنا لأ طبعا احنا كنا لسه في صندوق النقد الدولي الدولة يعني بينقشوا بتوع الصندوق على قدرة مصر الاقتصادي الرئيس بعدها باسبوع اجتمع مع رجال الاعمال انه بدل اجتمعا كان فيه الحوار الوطني بيقوم بالدكتور دياء وانتقل بيه الاحاديث والمصارات راحت للمؤتمر الاقتصادي عايزين بقى نسمع الاقتصاديين والرجال الاعمال ورجال الصناعة تقريبا فيه 600 واحد بكرة يوسف بيه تقريبا دول مختلفين التوجهات اقتصاديين على مصنعين على ناس خبراء جايين من بره على مؤسسات دولية هتبقى دي النظرة العامة لمصر والمصر